موسيقى اهلا بكم صرح السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة اليوم عن مباحثات جادة لتوفير مولد لطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميجاوات للمساهمة في حل ازمة قطاع طيار الكهربائي في قطاع غزة تصريحات العمادي جاءت خلال افتتاحه المرحلة الاولى من مدينة حمد بن خليفة السكنية في جنوب قطاع غزة وتسليم نحو 1060 وحدة سكنية للأسر التي دمرت منازلها وتم اعادة بنائها ومن مدينة حمد بقطاع غزة تنضم الينا مراسلة الجزيرة مباشر غاليا حمد تفضلي غاليا شكرا لك زميلة سارة نحن الان في هذه المدينة مدينة حمد السكنية وسط او جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس حيث انشئت المدينة على هذه الاراضي التي كانت يوما ما من اراضي المستوطنات الاسرائيلية المقامة في قطاع غزة في هذه المدينة التي زارها اليوم السفير القطري رئيس لجنة اعادة اعمار القطاع محمد العمادي نستطيع ان نرى كيف ان هذه المباني مشيدة وفق المواصفات التي تم اعتمادها في اللجنة وكيف ان سكانها الذين اتوا اليها منذ ربما اسابيع قليلة لم تتجاوز الشهر ولم تصل الشهر ما زالوا يحاولون الان ان ينتقلوا بين الحياة في مناطق ضيقة وفي شقق لا تليق ربما ولا يستطيعون البقاء فيها الى هذه المدينة التي موجود فيها يعني مرافق وعلى الاقل المساحة الكافية لهم ليعيشوا حياتهم بشكل كريم هؤلاء الاطفال الان وعلى الرغم من هذا الوقت المتأخر يلعبون ويحاولون ان يعني ينتقلوا الى هذه البيئة الجديدة من تكوين الصداقات والانتقال الكل الى هذه المنطقة فيما يعني نستطيع ان نرى هذه المساحة الخضراء التي تتواجد في المدينة لكي يستطيعوا ان يرفعوا عن انفسهم في اوقات الفراغ وايضا في هذه الاجازة الصيفية التي يعيش فيها الاطفال حتى انه لطرافة ما رأينا فان هذه الاراجيح لم تجهز بعد ولكن الاطفال لم يطيقوا صبرا فعلقوا هذه الحبال عليها لطبعا يستبدلوا او يسرعوا من تجهيز اهم لا يريدون الانتظار سنتحدث مع بعض الذين يتواجدون في المدينة وباستطاعتنا ان نرى كيف السيدات هنا يستغل لنا وقت الفراغ وينزلنا الى المساحات الخضراء الفارغة لكي يتسامرنا مع بعضهن البعض بعد ان انتقلنا الى محيط كامل جديد غير الذي تعرفنا عليه سنتحدث الان مع بعض المنتفعين والذين من هذه المدينة من هذه المنحة القطرية لسكان قطاع غزة وممن لم تكن ظروف السكن بالنسبة لهم جيدة وضمن الشروط التي وضعتها اللجنة القطرية بداية يعطيك العافية مبارك الشقة الجديدة وعطينا انطباعك عنها وانت بداية ادش اليك فيها طبعا اولا اشكر اللي هو الامير حمد امير دولة قطر كما اشكر ابنه تميم ابن حمد على هذا العطاء كله نحمد الله ونشكر فضله كم لك في المدينة مدينة حمد طبعا الي حوالي ما يعادل اسبوعين وكيف انطباعك عنها بعد اسبوعين من السكن فيها طبعا احنا في قطاع غزة يعني وفي غزة واحنا ما منستغناش عن غزة طبعا ولكن هذه كله الابراج اللي احنا شايفينها طبعا منظر جميل جدا ادخل البهجة والسرور الى جميع العائلات الفلسطينية لانه جميع العائلات الموجودة حاليا انت كم فرد عندك في العائلة كم شخص انا سبع افراد انا وزوجتي وين كنت ساكن قبل انا كنت في الصفطاوي في شارع احمد ياسين مكان سكن كنت عايش ب 95 متر او 90 متر طبعا سبع افراد سرع افراد كنا سكنين في بيت 95 متر او 90 متر حوالي ما يعادل طبعا البنات كانوا في غرفة الديوف احطهم انا والولاد يعني غرفة الديوف عبارة عن سالون كانت والولاد في غرفة وطبعا انا في غرفة وحمام مع المطبخ تبعهم لكن بالنسبة لك انك تدفع اقصات قليلة وميسرة على انك بالنهاية تتملك اكيد هذا الخيار جيد وافضل بالنسبة لك طبعا هذا اكيد اكيد بالرغم من ذلك يعني انه كمان انا بعاني من حكاية الاقصات وشغلات زي هيك يعني اليوم انا عمري ما يعادل 48-49 سنة يعني جميع الشباب كان اللي هو كان القسط 170 دولار اليوم انا القسط تبعي اللي هو 250 دولار وانا بقى عيل اللي هو عائلة تانية متكفل فيها انا متكفل فيها من 13 سنة طبعا هذا ابن عمي بيكون متكفل فيه وبيعيش السبب انه مريض وطبعا لما بروح بشتغل 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 لانه وضع الاقتصادي سيء طب بالتالي انت الاقصات اللي بتفعها بالنسبة لك هل هي عالية طبعا هذا القسط عالي جدا مش عالية جدا عالية لانه انا لما بدى ادفع اولا انا باطلب من السفير القطري طبعا انا بشكر السفير القطري على هذا المجهود اللي بدله في هذه المدينة وبشكر جميع من قام على انشاء رب العالمين بالنسبة للطلب تبعي انا انه في المرحلة التانية انه يوفر لابن عمي اقل ما فيها اللي هو مأول الو لحظة انت تتخلص من العبئ لانه انا عندي ثلاث اولاد ولد من ضمنهم على وجه الزواج اشكرا جزيلا ولعل الله يجعل هذه ايضا في ميزان حسناتك وايضا مبارك هذه الشقة ان شاء الله تكون ايامك فيها سعيدة يعطيك العافية لو تقولنا قديش اليك موجود في الشقة بردو خمسة ايام خمسة ايام الحق تعطي تكون فيهم انطباع ولا لسه والله مبدئيا الامور صعبة كبداية من انتقال من مكان لمكان يعني من غزة لخنونس مسافة زائد لكن انت وين كنت عايش قبل يمكن ظرفك ما كانش افضل بالنسبة لا اسوأ شوية كانت بيت عبارة عن غرفة وصالة وحمام ومطبخ انا خمسة نفار كنت فعلا تحس بضيق في البيت صحيح نعم الان قديش مساحة بيتك او كيف تفصيلته مية وتلاتين متر بتكون من ثلاث غرف وحمامين وصالة واسعة شوية كويس لكن بالنسبة لأطفالك كونوا صداقات جديدة وانتقلوا بشكل كامل يعني غير الجسد انتقال روحي ونفسي الى هذه المدينة اشي طبيعي يعني الحياة كلها تغيرت يعني من دياج لأوسع وجران ان شاء الله بكونوا كويسين برضو الوضع يعني الوضع كويس مبدئيا ان شاء الله احد الذين يعني استلموا الآن ادارة واحدة من العمائر الموجودة في المدينة يعطيك العافية ومبارك لك الشقة كم لك فيها بداية الله يبارك فيك الشقة تقريبا من يوم الاثنين الماضي سكنت المدينة صحيح لو تعطينا تقييم او انطباع سريع لك عن هاي المدينة طبعا المدة قصيرة لكن انطباع اولي صحيح بداية نشكر سمو الشيخ حمد على اعطاه في هدي منشاوة مدينة حمد في قطاع غزة ناسيما هدي يعني من اهم الاحتياجات عندنا في قطاع غزة للشباب لانه موضوع السكن الصحيح في غزة موضوع صعب جدا خاصة بعد ثلاث حروب على غزة خضاء وعلى سيرة ثلاث حروب في من المدينة ممن فقدوا منازلهم وانت واحد منهم صحيح صحيح فقدت منزلي في حربين متتليات حرب 2008 وحرب 2014 صحيح صحيح مبارك الله يبارك فيك وصحيح المدينة حلوة جدا يعني لكن كان نحن كسكان في المدينة كان نرغب بعض الاحتياجات تكون متوفرة قبل ما نسكن هو في الواقع كما تكلمت وزارة الأشغال واللجنة القطرية في المرحلة الثالثة ستكون بقية احتياجات المدينة لكن تكلمت لنا أنه في عندكم طلب فيما يتعلق بالرعاية الصحية صحيح احنا المكان ببعد مسافة عن البلد والمعقل في خنيونس يعني لو لا سمح الله في الليل صار أحد لطفان مرض أو شغلة صعب جدا أنك تلاقي مواصلة من المكان صعبة لأنه لسه الطريق بشقه فيه قاعدين لاخد صلاح الدين لسه قيد الإنشاء بده أقل إشي تقريبا ما يقارب ثلاثة شهور فيش مركز صحي في المدينة كلها هيتها فاليوم كان من ضمن الطلبات اللي تقدمت لسموه للسفير محمد العمادي تم تقديم من ضمن الطلبات اللي هو توفير مركز صحي أول في المدينة حتى لو كان متنقل أو يحطوه في إحدى الحواصل أو في أي مكان هم يرتائقون يناسب لتقديم الخدمة العلاجية للناس الموجودين في حال أي طارة لا سمح الله ومن ضمن الطلبات أيضا اللي قدمتوها وكان نحن برضو نامل أنه يكون المسجد اللي هو يعني الشغل الروحية في المدينة أنه يكون قيد الإنشاء لكن كان تخر في موضوع بنا والأصل أنه كان جاهز تقريبا قبل ما نسكن في الموضوعات موضوع المواصلات نحن برضو كان قدمنا طلب للسفير بقسة أنه المواصلات صعبة جدا في فترة حالية قلنا يوفروننا سيارة اللي هو كبير باص كبير أنه يقدر ينقل الناس الموجودة على غزة على عملهم في فترة عبين ما يخلصوا تجهيز والطرق المودية للمدينة أنت بتروح لعملك يوميا بتروح لعملك يوميا في مدينة غزة من هاي المنطقة بتواجه صعوبات أكيد بالمواصلات أمو الأمور ماشي حالها هو صحيح هنا تقريبا شبه يومي بروع غزة على العمل بطلع تقريبا عشان تصل للشارع العام تقريبا تمشي ربع ساعة بالضبط ربع ساعة وانت رايح ربع ساعة وانت جاي يعني نص ساعة هذا يعني ضمن الأمور التي متوقعة بما أنكم أول من تسكنون هذه المدينة على كل مبارك لكم الشقق وأشكركم جزيلا جميعا وأمر أخير أريد أن نشاهده هناك مدرسة من استطاعتنا أن نراها ربما في آخر هذا الممر بالإضافة إلى هذه العمائر الموجودة ستكون هذه المدرسة بالإضافة إلى مدرسة أخرى بجوارها تخدم هذه المنطقة من المدينة أو هذه المرحلة بشكل أدق وبجوارها المرحلة الثانية خلفنا المرحلة الثالثة ستكون ريثما يتم توقيعها والبدء بها عمليا في المدينة الآن فقط سأختم حواري مع هؤلاء السكان بالحديث مع هذا الطفل الذي سيتوجه مع بداية العام الدراسي بعد أقل من شهر إلى هذه المدرسة هاتك العافية شو اسمك؟ محمد محمد في قصيدة كنت في ذلك تقولنا إياها؟ أول شيء أبما تقولنا القصيدة وبسرعة كيف شايف المدينة والمكان السكانك الجديد؟ كويس 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 حلو المدارس والمكان الألعاب كويس يعني بسرعة محمد إيش الشعر بدك تقولنا إياها بسرعة؟ محمد درويش هذا البحر هذا البحر لي لهذا الهواء الرطب لي هذا الرصيف ما عليه من خطايا وسائل المنوي لي ومحطة الباص القديمة لي وليشبهي وصاحبه وآنيات النحاس وآية الكرسي والمفتاح لي والباب والحراس والأشخاص والباب والحراس والأشخاص ولي شكراً لك وشعر جميل هاي مدرستك كيف المدرسة شايفها؟ كويس الحمد أول الساعة جميل حلوة طيب شكراً جزيلاً لك وكما رأينا عزيزتي سارة هذه هي بعض المرافق الموجودة في المدينة التي أنشئت هنا في مدينة خان يونس وسط أو جنوب قطاع غزة في مدينة حمد السكنية بالإضافة إلى بعض المرافق التي ما زالت قيد الإنشاء والتجهيز كالمسجد الذي يتم تجهيزه هناك وما زال ربما بعد أشهر من الآن يتم تجهيزه والانتهاء منه في هذه المدينة هناك بعض المرافق الناقصة والتي قال لنا السكان بأنهم بحاجة ماسة إليها الآن وقبل أن تكتمل بشكل نهائي أهمها الرعاية الصحية وله كانت بشكل أولي ريثما يتمكنون من التوجه إلى وسط مدينة خان يونس حيث هناك المستشفيات والرعاية الصحية الكابلة إليك زميلة سارة الزميلة غالية حمد مراسلة الجزيرة مباشرة في قطاع غزة شكرا جزيلا لك وشكر موصول أيضا لكل ضيوفك الكرام كما نشكركم شهين كرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء